اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بطولة البطولات النادي الاهلي دائما معودنا لما بيكون عنده مناسبات ايا كانت الظروف اللي بيواجهها بيشتغل عشان يكسب ويحقق نتائج عشان يسعد جمهوره في كل مكان يعني نقدر نقول لو بنتكلم على اشد المتفائلين بمشاركة الاهلي في هذه البطولة لم يكن يتوقع في ظل الظروف اللي واجهها الاهلي قبل انتلاق كأس العالم الانديا ان ممكن الاداء والنتيجة توصل للمرحلة اللي احنا شفناها بالامس في ختام مباراة هذه البطولة والاهلي يفوز على الهلال السعودي بطل اسيا باربعة اهدافها مقابل لا شيء غياب عناصر اساسية اصابات عديدة لأبرز العناصر خلال الفترة الاخيرة عدم جاهزية للمجموعة اللاعبين الدوليين من خلال المشاركة في هذه البطولة الجهاز الفني وجد صعوبة كبيرة جدا اخر شهرين في التحضير لهذه البطولة كل الصعوبات اللي ممكن تتكلموا عليها لأي فريق وهو داخل على معترك ومنافسة رياضية كبيرة زي كاس عالم أندية ممكن تقول زي ما انت عايز تقول ولكن هنا شخصية البطل هنا اسم ومكانة النادي الاهلي لما بيحضر الاهلي في اي بطولة وفي اي مناسبة لازم يقول كلمته ولازم يسعد جمهوره ولازم جمهوره كمان يصنع الحدث في اي حدث دولي النادي الاهلي فوزوا بالبرونزية او الانتصار الجيد في هذه البطولة سواء على بطل اسيا زعيم الكرة الاسيوية نادي الهلال السعودي او حتى الفوز على منتري بطل مكسيك بطل الكونكاكاف ده اندل على شيء بدول ان انت عندك شخصية بطل فريق هو افضل فريق يمثل مصر ويمثل العرب ويمثل القرى الافريقية في كأس العالم للاندية مع كل حدث ومع كل مناسبة بتقول يا كاتب التاريخ لغاية ما كاتب التاريخ خلاص ما بقاش لاقي صفحات يكتب فيها من كتر التواريخ والارقام والالقاب الخاصة بالنادي الاهلي خلال السنوات الاخيرة احنا سوعة ده مش لمجرد الفوز بالميدالية البرونزية او الفوز بالمركز التالت بالمناسبة احنا كنا نتمنى وكنا بنسعى ان هذه البطولة تكون بداية عهد جديد اللي النادي الاهلي يغير لون الميدالية وده اللي قاله بيتسو موسيماني بعد الفوز بدورة ابطال افريقيا على كايزر تشيفزي في منتصف العام الماضي ولكن الظروف كانت اصعب من الجميع لذلك الفرحة النهاردة مش فكرة الميدالية البرونزية او المركز التالت او ان الاهلي صعد لمنصة التتويج لا الفرحة النهاردة ان احنا عندنا فريق ايا كانت العناصر اللي بيتمثله الكل في النهاية بيظهر شخصيته اللي هي شخصية الاهلي والحاجة اللي بتسعدنا اكتر كمان من كده فرحة جمهور الاهلي بانتصارات الاهلي في الفترة الاخيرة بالاضافة لده انت بتتكلم على في اقل من 14 شهر اتنين دوري ابطال افريقيا اتنين سوبر افريقي اتنين ميدالية برونزية وبتسعد على منصة التتويج وبتاخد التكريم الذي يلغب الاهلي وبمكانة الاهلي من قبل الاتحاد الدولي لقرة القدم فيفا اللي ما كانش يتخيل ان ممكن بطل افريقي رغم كل الصوابات اللي واجهها ان هو يكون موجود على منصات التتويج في ملعب محمد بن زيد ملعب نادي الجزيرة اللي استضاف هذه البطولة على مدار اكتر من حوالي 10 ايام نهاردة وحنا في استقبال البعثة ابطال افريقيا تالت العالم بنستقبلهم بالورود لكن ابتداء من اليوم هنغلق الصفحة ونبدأ نستعد لتحدي جديد فيه تحدي جديد للاهلي اكيد فيه تحدي جديد هو احنا بنقف عند الارقام القياسية اللي اتحققت لغاية اللحظة دي وخلاصه بنقفلها لا بنشتغل على اللي جاي اللي جاي بتستعد لحملة الدفاع عن اللقب الافريقي للبطولة اللي انت عايز تحقق فيها رقم قياسي ما تحققاش قبل كده ثلاث مرات متتالية ده انجاز ان شاء الله بإذن الله بنسعى من خلاله خلال الفترة القادمة فبالتالي ضمكوا على الشاشة ابطال افريقيا تالت العالم وهم في توقيت المغادرة من ابو ظبي الى القاهرة وبعد اقل من نص ساعة او اقل من ساعة ان شاء الله البئاس هتكون وصلت الى مطار القاهرة الدولي وعلى مدار هذه الساعة وعلى مدار هذه التخطية الخاصة هنكون معاكم لحظة بلحظة عشان ننقل كل التفاصيل والكواليس واخبار بعثة النادي الاهلي اول ما تصل الى مطار القاهرة الدولي وتبدأ الاستعدادات من الغد لمباراة الهلال السوداني يوم الجمعة القادم في مستهل مباراة تدور ابطال افريقيا بعد تأجيل الجولة الاولى امام المريخ السوداني نتيجة طبعا مشاركة بطل افريقيا في كأس العالم للاندية قلت وبأكد على نفس المعاني صاحب التاريخ وكتاب التاريخ لما بيذكر اسم النادي الاهلي الصفحات اتملت والصفحات بقت فيها عنوين كثيرة جدا احنا كنا بنتكلم في فترة من الفترات والكلام ده من حوالي 3-4 ايام وكانت الناس دايما بتحاول البعض مش الكل البعض بيحاول يصدر ارقام سلبية وان كانت حتى لو فيها نسبة من اللي صح لكن في نفس الوقت بتواجهها ارقام ايجابية كبيرة المهنية تقتضي ايه بقى لما البطولة تنتهي وانت على منص التتويج ومحقق ميدالية برونزية بنتكلم مثلا 71 فريق من مختلف القرات شاركوا في كأس العالم للاندية اصبح النادي الاهلي ثالث اندية العالم وقوفا على منصة التتويج بالميداليات بعد ريال مدريد النادي الملكي النادي بطل اوروبا اللي حقق اربع ميداليات زهبية وبرشلونة اللي حصل على تلت ميداليات زهبية وميدالية فضية ثم الاهلي يأتي ثالث بعد ريال مدريد وبرشلونة وحاصل على تلت ميداليات برونزية البعض يقول لي انت كسبت اكبر انتصار لانت خسرت اكتر في مباريات انت في النهاية المقياس في هذه المشاركة انت توجت بميدالية او بطولة ولا لا توجت كم مرة ثلاث مرات اذا انت رقم ثلاثة بعد ريال مدريد وبرشلونة وصاحب اكبر الاندية ومشاركة في كأس العالم الاندية سبع مرات واكبر رصيد من عدد المباريات اللي ابتها في هذه البطولة طيب النادي الاهلي كمان اكتر الفرق اللي حققت تفوز في كأس العالم للاندية بعد ريال مدريد وبرشلونة الاسباني ريال مدريد يمكن النادي الاهلي حقق ست انتصارات في هذه البطولة بينما ريال مدريد حقق عشر انتصارات وبرشلونة سبع انتصارات يعني مشاركة تانية كمان مع انتصار هتتساوى مع برشلونة ممكن تتخطى برشلونة وتكون تاني اكثر الفرق انتصارا وفوزا في مباريات كأس العالم للاندية كمان النادي الاهلي حقق الميدالية البرونزية ثلاث مرات ياري منتريه المكسيكي برصيد ميداليتين برونزيتين وبالتالي النادي الاهلي بيتخطى بطل الكونكا كاف في هذه البطولة طيب النادي الاهلي في هذه البطولة 18 مباراة ياري اوكلاند سيتي 16 مباراة ثم ريال مدريد الاسباني 12 مباراة ومنتريه المكسيكي 12 مباراة برشلونة وكلوب امريكا 8 مباراة طيب النادي الاهلي وصل للدور نصف النهائي لكأس العالم للاندية اربع مرات في تاريخ البطولة حقق في الاربع مرات ثلاث مرات الميدالية البرونزية 2006 و2021 و2022 او 2006 و2020 و2021 لاننا عنفين البطولة دي بتاريخ 2021 طيب وفي مرة ربعة حصل فيها على المركز الرابع كانت نسخة 2012 طيب الفوز على الهلال السعودي بالامس باربعة اهداف مقابل لشيء هو اعلى نتيجة حققها الاهلي في تاريخ مشاركاته في كأس العالم للاندية بعد الفوز قبل كده على اوكلاند سيتي بطل نيوزلندا بهدفين للشيء في نسخة 2006 طيب بعد الفوز على الهلال مبارح باربعة اهداف للشيء النادي الاهلي عادلة رقم نادي ريفال بريت في تأحيق اعلى فوز في الدور نصف النهائي وبعد احراز محمد هاني وياسر ابراهيم واحمد عبدالقادر وعمر السلية اهدافا في كأس العالم اندية 2022 ارتفع عدد لعاب الاهلي الذين احرزوا اهدافا في كأس العالم للاندية الى تسعة لعيبة بيتصدرهم محمد ابوتريكا برصيد اربع اهداف يليه امادوف لافيو ثلاث اهداف واعماد بيتعب وياسر ابراهيم هدفين وهدف لكل من السيد حمدي وحسين الشحات ومحمد هاني واحمد عبدالقادر وعمر السلية طيب دي ارقام مهمة جدا وارقام قياسية واحنا بنتكلم على مشاركة مميزة للنادي الاهلي في كأس العالم لاندى قلنا لو فيه جزء من المهنية هتحط العنوين اللي تدي بطل افريقيا مكانته واسمه وتاريخه في هذه المشاركة الدولية ويكفي وانت بتعمل مدحف يعني تقدر تقول بتوصق في التاريخ بتاعك انك عندك سبع شهادات تأدير من الاتحاد الدولي فيفا بيبرس فيها مشاركتك المتميزة قبطة الافريقيا في كأس العالم للاندى والفيفا ايضا من خلال المدحف الرسمي عندها تيشيرت النادي الاهلي بتوقيع رئيس النادي وقت المشاركة في السبع مشاركات بداية من 2005 حتى 2021 واخر توقيع كان للكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس ادارة النادي الاهلي في هذه الا الفترة وبإذن الله ان شاء الله النادي الاهلي مستمر في هذه الانتصارات والمشاركة في هذه البطولة حتى وان تغير نظامها خلال الفترة القادمة في تفاصيل صغيرة ولكنها تحمل معاني كبيرة جدا التفاصيل الصغيرة لا تجدها الا في النادي الاهلي والبعض يقول لك هو سر انتصارات الاهلي هل هي ملعب بس ولا ملعب ومكتب وإدارة وجمهور امبارح الكل كان بيتخال وبيتوقع ان الكابتن محمود الخطيب هيكون هو اللي موجود على منصة التتويج بيسلم الميداليات وبيهني الفريق بالفوز بالميدالية البرونزية ولكن طبقا للبروتوكول وطبقا للنظام اللي وضعه النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب بصفة رئيس النادي كان فيه تكليف للمهندس خالد مرتجي امين صندوق مجلس الادارة ورئيس البعثة ان هو رئيس البعثة يكون موجود على منصة التتويج مع رئيس الاتحاد الدولي ومع رئيس الاتحاد الإماراتي ورئيس اللجنة المنظمة العليا وايضا كمان رئيس نادي تشيلسي ورئيس التنادي فريق بالمراس البرازيلي هي التفاصيل الصغيرة اللي ممكن البعض بيعتبرها او ما يخدش باله منها لكن هل حاول نركز في الحاجات ده عشان نعرف او الناس تبقى عارفة اللي بيميز الاهلي عن باقي الفرق بشكل عام سواء في مصر او برا مصر انك عامل نظام وانه في احترام لهذا النظام وفي اولويات وفي عمل مؤسسي في ادارة هذه المنظومة زي ما قلتلك الفكرة مش مجرد ملعب و11 لاعب وجهاز فني لا في تفاصيل كتير ممكن نتكلم فيها بس كان جزء منها الاحترام للبروتوكول الموجود في هذه البطولة وانه يكون رئيس النادي موجود لكن في رئيس باسا تم تكليفه بهذه الرحلة رغم ان البعض حاول يقبر المسألة دي قبل البطولة لكن في النهاية لينا في اللقطة الختمية ان النادي الاهلي قافل على نفسه وبيشتغل كويس جدا عشان في النهاية يسعد جمهوره من الصعوبات والمعوقات لوجهة الاهلي وانا قلتها في المكان ده وفي نفس المكان ده قبل صفر البعثة غياب العناصر الاساسية مشاركة الدوليين مع منتخب مصر حتى المباراة النهائية وحتى بعد مباراة النهائي التوقيت اللي هترجع في اللعيبة الدولية قبل مباراة النصف النهائي مش هتكون مدة كافية البعض كان قال لك لما والاهلي هيعتمد على المجموعة اللي معاه ومش هيسجل حد من اللعيبة المنتخب الأول هنا في المكان ده دايما بنبقى حرسين نقول لكم المعلومة الصحيحة وقلت في المكان ده في أربع أو خمس لعيبة ممكن هيتسجلوا من لعبي المنتخب الأول اللعيبة الدولية في هذه البطولة عشان يشاركوا في كاس العالم للأندية هل هو كان توقع؟ لا كان فيه جهاز فني بيخطط الناس ممكن تقولك بس كسر ربطة ما كانش مدينا يعني إحاء بداء أو معاني زي دي لا كان فيه جهاز فني بيخطط ولما جا عند جملة الجهاز الفني لازم أقف لفترة كده وتحدث على الجهاز الفني للنادي الأقل بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني بيتسو موسيماني قدر في ظرفه 14 شهر يفوز باتنين دوري أبطال إفريقيا كأس السوبر الإفريقي واتنين ميدالية برونزية في مشاركة متتالية عام 2020 و2021 ده إندل على شيء ما بيدلش أنه هو الأمور جاية كده من فراغ لا اختيار سليم مدرب يستحق أنه يشتغل في النادي الأهلي مدرب يليق بالنادي الأهلي والنادي الأهلي يليق به لكن سبحان الله مش عارف كم وحجم الانتقادات اللي بيواجهها بيتسو موسيماني أصبحت غير مبررة الراجل قال تصريح مهم جدا في المؤتمر الصحفي في المنافسات البطولة قال طبيعي أتعرض لانتقادات يعني الراجل حتى متسامح مع الانتقادات سواء إيجابية أو سلبية لكن أعتقد ابتداء من اليوم نقطة ومن أول السطر ونبدأ ندعم هذا الاختيار لأن الأهل لما يفكر في مدرب إفريقي العالم كله بيتكلم على الاختيار ده لكن هنا الإعلام بيتحدث في أمور جانبية وكأن المدرب ده لم يحقق شيء بيتسو موسيماني حقك الكثير ليس وحده ولكن بجهاز معاون على أعلى مستوى كابتن ساير عبد الحافيز مدير الكورة كابتن سامي أمصان المدرب العام لفريق النادي الآلي وجهاز طبي وجهاز إداري على أعلى مستوى هنرجع وعندنا مشاركة في البطولة الإفريقية دورة أبطال إفريقيا لفترة جاية لكن من النهاردة الكل بيتكلم على الإنجاز الكبير شوفوا الصحف في جنوب إفريقيا بتقول إيه شوفوا الصحف النهاردة في أوروبا بتتكلم على إيه شوفوا اللقطة المميزة للمدرب توماس ساتوخي المدرب تشيلسي لما راح وتوجه لبيتسو موسيماني شوفوا كمان كانتي لعب خط وسط منتخب أو لعب خط وسط فريد تشيلسي لما قابل بيتسو موسيماني وطلب أنه هو يشوف أليو جانجي ويتحدث معه وأليو جانجي خادر للتيشرت الخاص بكانتي هي دي التفاصيل اللي احنا بنتكلم عليها ودي ما كانت وإسم الأهلي أنه بيقدر يفرد اسمه وبيضع اسمه ما بين الفرق الكبيرة لأنه كبير وسيظل كبير التغطية مستمرة والنهاردة يكون فيه تغطية لأصول البعثة إن شاء الله وكل الأخبار والكوريس الخاصة من أول ما الفريق اتحرك من مطار أبو ظبي إلى أن يصل إلى مطار القاهرة بعد الفصل هيكون معايا ضيف من الصحفيين والنقاد الرياضين الكبار الأستاذ جمال الزهيري ضيفي في التغطية الخاصة ولكن بعد الفصل موسيقى 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 أهلا بحضراتكم من جديد ومازلنا في التغطية الخاصة لاستقبال أبطال إفريقيا ثالث العالم في مطار القاهرة عاقب الوصول إن شاء الله ومشاركة مميزة جدا في منافسات كأس العالم للأندياء دايما كده وإحنا معاكم من خلال شاشة قناة الأهل ومن هذا المكان السنة اللي فاتت كنا معاكم في التغطية للصفر ثم الاستقبال وأيضا في هذه البطولة في الصفر والاستقبال دايما كده على طول يا ربي تكون كل تغطياتنا لي استقبال البعثة في بطولة إفريقية وبطولة دولية وانتصارات دايما يا ربي للنادي الأهل نادي الأهل يا جماعة هو صانع الفرحة للشعب المصري في السنوات الأخيرة أو على طول بشكل عام خلال المشاركات وخارج مصر فيه كل البطولات الدولية والقرية طيب في هذه الفقرة بينعورني وبيشرفني أحد الصحفيين الكبار وأحد النقاد الرياضيين اللي دايما بتشرف بوجودي معاه لأنه هنستفيد النهاردة بوجوده هنتكلم عن أمور كثيرة جدا من خلال مشاركة الأهل في هذه البطولة أنه أي بطولة بتشارك فيها فيها إيجابيات وفيها سلبيات وفيها أمور اللازم كمان تبني عليها عشان تكمل ولو في بعض التفاصيل اللي انت تعرضت لها في هذه البطولة إزاي تخدها درس عشان تبدأ تستعد لللي جاي لأنه نخدوا بالكم البعض بيعتقد أن التعارض اللي حصل في الموعد ده هو كانت بطولة وظروفه انتهت لا ده لسه فيه تعارض جاي الفترة الجاية ولسه فيه مشاكل خاصة بالبطولات الإفريقية والدولية خلال الفترة القادمة ولكن لكل حادث الحديث نفرح النهاردة ونخلينا فيه الميدالية البرونزية والإنجاز الثالث على التوالي بالنسبة للأهلي بتلت ميداليات برونز من الفيفا في كأس العالم للأندية ضيف وضفكم النقد الرياضي الكبير الأستاذ جمال الزهيري أستاذ جمال منور الدنيا سعيد جدا بوجودك معي أنا والله سعيد بوجودي معك ودائما بكون سعيد طبعا في قناة الأهلي ومع أفراح النادي الأهلي الله يخليك أستاذ جمال طيب نحن النهاردة بنتكلم على بطل إفريقيا وهو محقق الميدالية البرونزية لكن ونحن نتكلم كده في الانتصارات والبطولة اللي اتحققت بالنسبة للأهلي ما يفعش أنسى التوقيت اللي كان مسافر فيه الأهلي وكانت أقصى الطموحات اللي البعض ممكن نتكلم عليها في الظروف اللي وجهها الأهلي إزاي يقدر يتخطى بس مباراة منتري وليس كل ما يعرف يقال ده دي جملة شهيرة ده تحطت في المتحف خلاص نعم هي خلاص تسجلت بالزبط طبعا النادي الأهلي مشاركته هذه المرة في كاس العالم الأندية كانت صعبة جدا ويمكن كلنا حذرنا من مسألة التداخل في موعيد كاس الأمم الأفريقية للدول وكاس العالم للأندية لأنه شيء غريب جدا وكأنه مقصود يعني كأن مقصود أن أنت تحط النادي الأهلي في هذه الوضعية الصعبة جدا الغير مسبوقة يعني أنت مطلوب من النادي الأهلي يستغني عن لعبته اللي في المنتخب ثم يشارك في كاس العالم للأندية ومطلوب منه أنه يكون مشرف للقرة الأفريقية ويسع الجماهيره يعني مسألة صعبة جدا والحقيقة كلنا ما كناش عارفين لها حل يعني إحنا كنا قاعدين طبعا طبيعي جدا أن إحنا مش هنتمنى خروج المنتخب من كاس الأمم يعني شيء غير طبيعي لا حصل ولا هيحصل ولا هيحصل أبدا لكن هي الفكرة أنت إزاي تحط اللعيبة جوه هذا الصراع يعني ما هو أنت أنت مش هتتمنى ده ولا اللعيبة هتتمنى بس تخيل بقى حضرتك أنت محطوط في تحت هذا الضغط أنت عين عينين لمصر ونفسك تدي عينيك لمصر كلها لكن في نفس الوقت أنت خايف على فرقتك ومع ذلك أنا بقول أن النادي الآلي كإدارة أولا بقيادة الكابتن محمود الخطيب كانوا على مستوى المسئولية في التعامل أو التعاطي مع هذه الحقيقة المؤلمة ما شفناش حد الجملة فيها حزن على هذا الأمر لأنه الكل أجمع على أن مصر أولا ثم النادي الأهلي فده يعني يخلينا نشيد أولا بقدرة الإدارة واللاعبين على تحمل هذا الموقف الصعب والتعامل معاه والتعامل معاه وفضلنا حتى آخر لحظة عندنا شك كبير جدا في إمكانية أن النادي الأهلي مشاركته هذه المرة تبقى على نفس مستوى المشاركات السابقة بس صدقني كلنا كان جوانا إحساس برضو أن الأهلي سيشرف الكرة المصرية والأفريقية بمن حضر وأعتقد جملة الأهلي بمن حضر كانت واضحة تماما يعني لو أي حد بيشك في هذا الأمر أعتقد أنه تأكد مليون في المية بدليل الأداء القوي والعروض الرائعة اللي قدموها في كأس العالم للأندية هذه المرة حتى المباراة اللي اخترها النادي الأهلي هي النادي الأهلي قدم فيها برضو عرض كويس جدا بعد ما تحرر من التعادل بعد ما دخل فيه هدف تشعر على طول أن لعيبة النادي الأهلي استعاده روح التحدي وأنا بقول فرقة النادي الأهلي لو لعبت من بداية مباراة بالمراس بدون خوف كان ممكن جدا المباراة تنتهي نتيجة الفكرة بالنسبة لأنا شايفها قبل ما تخش في مسألة المباراة المباراة المنتري وبالمراس ثم لقائل إليالي السعودي البطولة دي فيها ميزة كان دايما يقول لك أنتو بقولوا شعارات لا الشعارات أصبحت وقائة بس الشعارات جاية منين يا أستاذ محمد وكان يقول لك الألم الحضر ده ده شعار لا هتطبق عمل الشعارات بتيجي من ممارسات بمعنى أنه الشعار ده ما بيطلعش كده من فراغ يعني أنت مش بتقول شعار وتحاول تحققه لا أنت بتقول الشعار بناء على تجارب سابقة الأهل بمن حضر هتلاقيه في كل المسابقات في الدوري وفي الكاس يعني مش عايزين النهاردة يعني ليس هذا مجال نحن نستدعي المباريات اللي النادي الأهل العباء بالناشئين نستدعي التاريخ وكسب وخبالك كسب حق انتصارات كبيرة اللي هو لما تتعرض المبادئ مع الجهزية الفنية لا أنت بتختار المبادئ ولذلك ربنا بيوفقك أن أنت تعمل النتائج المرجوة وخبالك زي ما بيقولوا يعني نيتك خير وانت عايز تحافظ على مبادئك فربنا بيوفقك أن أنت تكسب رغم كل الظروف الصعبة رغم كل الظروف الصعبة طيب أبدأ معك وأتكلم على الجمهور عنواني في الأنترو اتكلمت على أن جمهور الأهلي هو اللي صنع الحدث ويمكن اللي حدث في مبارات بالمراس وغياب الجمهور لأمر ممكن يكون يعني خارج عن خطأ ممكن بالزبط كده مثلا يعني جزئية ما كانش حد يوصدها خالص لكن لما غياب الجمهور الجزء ده على فكرة أو النقطة دي تحديدا اللعبة تأثرت لما نزلت أرضية الملعب ولاية الجمهور بالمراس مالي جنبات ملعب نهيان ملعب نادي الوحدة فأصبح جمهور الأهلي هو صنع الحدث في هذه البطولة تواجده في مبارات منتري وتواجده في مبارات الهلال السعودي رغم أن كان المتوقع أنه فيكون في جالية كبيرة جدا من السعودية تكون موجود عشان تشجع نادي الهلال بالزبط بس الجمهور الأهلاوي يعتبر وقود لكل ما يفعله النادي الأهلي بلا شك حتى لما بيكون إحساس اللعيبة أنه جمهور مش موجود بس الجمهور معاه برضو عبر إيه يعني حتى في حالات منع الجماهير تجد أنه جمهور الأهلي مع فرقته على السوشيال ميديا بالنواية يعني إحساس اللعيبة أنه الجمهور معاهم وبيسندهم طبعا في البطولة يمكن كان واضح قوي الوجود الجماهيري الأحمر في مباراتي منتري والهلال المبارات بالميراس شوية زي ما حددك قلت كان فيه بعض الأخطاء اللي قدت إلى عدم عدم حضور الجماهير مع العلم بأن دي بديهية جماهير النادي الأهلي في الإمارات مية في المية أكتر من جماهير بالميراس يعني بلا شك لو أمور توزعت بشكل مظبوط هتجد أنه جمهور الأهلي هو رقم واحد وده مش بنقوله من من دماغنا يعني الغريب بالنسبة لي وبرده عايز أجي التفسير ليه البطولة بتتلاقيها في أبو ظبي والفيفا نفسه لما حضر البطولة دي في الدوحة وشوف جمهور الأهلي صنع الحدث فالطبيع الأهلي عيشارك في هذه البطولة فأبو ظبي فألف بي وانت عايز تنجح البطولة دي لازم تفكيرك حتى لو انت عايز توصف البطولة دي البطل أوروبا بأي شكل بس على الأقل برضو الفيفا كان لازم كان لازم حتى يعني تسوقيا واستثماريا وبحضور جماهيري تدي مساحة جيدة ويبقى في عدالة حتى في كل شيء مع بطل إفريقيا بالزبط وده ممكن يعني يحدث أخطاء معينة تؤدي إلى هذا الأمر وأعتقد أنه الخاسر مش بيكون هو النادي الأهلي ولا جمهور النادي الأهلي والخسران هو اللجنة المنظمة لهذا الإفنت ليه لأنه انت بتخسر تسوقيا وجماهيريا ده بيعمل زخم كبير جدا لأي بطولة رياضية يعني البطولة من غير أي بطولة أو أي مباراة بدون جمهور وإحنا جربنا المباراة اللي من غير جمهور والمباراة اللي جمهور صحيح الوضع مختلف تماما شكلا وموضوعا لكن في النهاية نقدر نقول أن جمهور الأهلي هو الداعم يعني حتى جمهور ده مخفيف جدا في مباراة الهلال لو تلاحظ أنه لما لاحظ سيطرة الأهلي واختفاء الهلال بقى ينادي على فرقة الهلال ده من أول تلت ساعة من أول يعني يا جماعة أنتم فين يعني بيشجعهم كمان فعايز أقول أنه ودون تجريح يعني هو الموضوع كمان لقطة رحيب كبير جدا حتى من الجمهور الهلال بالأمس في السوشيال ميديا وحتى أنا الحقيقة شفت تعليقات كتير الجماهير الهلال على السوشيال ميديا لا كلها برضو فيها لا تخلو من الطرافة وخفة الدم والروح الرياضية واخبالك منها مثلا أحد المعلقين على المباراة بيقول يعني تشيلسي ما عملش فينا اللي أنتم عملتوا فينا كمسلمين وعرب يعني ارحمونا يعني ارحموا فرقتنا فعايز أقول أن هي في الأول وفي الآخر هي مباريات جميلة جدا أدتها النادي الآلي بشكل أكثر من رائع وأدتها الجماهير أيضا بهذا الشكل بهذا الشكل المميز بهذا الشكل المميز أكيد كلام مهم جدا من الأستاذ جمال الزهيري تعليقا على الحضور الجماهيري في مباراة الأمس أمام الهلال السعودي في منافسات كأس العالم للأندية لسه التغطية مستمرة ولسه عندنا أخبار وكواليس وكلام مهم جدا كمان على بيتسو موسيماني خلال المرحلة الجاية ولكن بعد الفصل أهلا بحضراتكم من جديد وما زلنا في التغطية الخاصة لإستقبال بعثة النادي الأهلي عقب ختام منافسات كأس العالم للأندية أبطال البرونز راجعين من أبوظابي وبيستعدوا إن شاء الله للمرحلة الجاية وعندنا مباريات وأجندة مزدحمة جدا ولكن قبل ما أتكلم في الأجندة أصوص جمال بيتسو موسيماني مدرب يعني مش قادر تفهم أو تقتنع بفكرة إن الراجل بيكسب ينتقد بيخسر مش بينتقد بيتم يعني الحاجة صعبة الهجوم عليه بشكل غير طبيعي وبس مع يعني مسمايات كده وشوية تفاصيل مالهاش علاقة حتى بتفاصيل الكورة تعليقك على اللي بيحصل مع موسيماني والناس حتى ما بتنتظرش تشوف الراجل ده في نهاية مرحلته هتبعى إيه لا بتقيم بناء على مطش النهاردة نتيجة النهاردة قس في دايما هتلاقي نوعين من التقييم في تقييم موضوعي ده اللي هو مرحب به اللي احنا بنتمنى جميعا وفي تقييم مغرض اللي هو ايه التقييم المغرض اللي هو بيستنالك غلطة يعني يعني حتى لو انت كويس جدا وعمل كل حاجة حلوة بيجي يبص على النص الفارغ من الكوباية يعني يجي مثلا انت بتكسب وبتاخد بطولات والقاب وبعين يجي لك خسرت انت مثلا ماتش اتعدلت اه اتعدلت ده اتعدل اه فيبتدي يطلع كل عيوبك لدرجة ان ده برضو شيء على فكرة يعني مرضي مش مش شكل طبيعي الشكل الطبيعي ان انت حتى لو انت هتوجه انتقادات لازم تبقى انتقاداتك موضوعية يعني مثلا مجي يعني انا مجي بكلمك على انا شخصيا يعني كتقييم لمشاركة الالف هذه البطولة كل كل شيء حلو في الصورة ما عدا انا في من وجهة نظري الشوط الاول امام بالمراس يبقى انا هنا بتكلم حتى لو انا انتقادت مش هيزعلم مني ليه لان انا بتصور وانا برا الصورة هو جوه الحدث فما تعرفش هو بيفكر في ايه الله يكون فعون المدرب لكن هو اختار او قرر ان هو يلعب بشكل معين دفاعيا للحفاظ على كذا لكذا عنده اعتبارات احنا برا فلما بيشوف من برا ممكن يبقى لنا وجهات نظر بتختلف يعني ماجه اقول لا ما كانش مفروض انه يلعب دفاعيا قوي كده ليه ان هو اكيد مدي تعليمات للعيبة ان هما يلتزموا لامتصاص بقى يعني هو لو خلص الشوط الاول بالتعادل استلمي هو كان ماشي في السيناريو ايوة بس توقيت الاهداف شفت بقى ده اللي انا عايز اقوله يعني هو ما كانش بيهرج لما كان بيلعب بشكل دفاعي لانهاء الشوط الاول سليم صفر صفر الشوط التاني كنت هتشوف منه الشغل اللي انت عايزه لكن ده اللي خلاني مثلا اقول يا ريتو كان بدأ بشكل اخر بس اقول لأ طب ما هو الراجل عامل سيناريو اي مدرب في العالم يا محمد بيبقى عنده سيناريو للمباراة احنا دايما نتكلم على ايه انت بتلعب الرابع ساعة الاولاني كذا النص ساعة الاولاني كذا الشوط الاول كذا الى ان تصل الى الهدف اللي انت عايزه وده شيء مش غلط في كرة القدم معظم المدربين بيشتغلوا كده بيعملوا سيناريو بس فرطت ان جيجون من خطأ دفاعي ما حصل وده وارد في كرة القدم الهدف اللي انا عايز اوصل له انه شيء طبيعي ان يكون الناقد ناقدا وان يكون المحلل محللا ولكن ليس من الطبيعي ان تحكم على المدرب اللي قدامك بشكل مطلق يعني ما تجيش تقول ايه ده فاشل يعني بمناسبة زمان يعني كابتن ايمان شاو يغاب فترة عن الملاعب اصابة اصابة اه وانا كتبت رجع بقى فلعب ماتش ها جالوا فرستين ثلاثة امفراضات جوه الصندوق وما جابش منهم جوان فانا كنت بكتب الماتش للاخبار فقلت انه اتيحت فرستين او ثلاثة اللي ايمان شاو ايه كذا 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 ولو كان في حالته الطبيعية لا احرز منها الهداف لو كان عنده الحساسية بتاعت العادي بتاعه فكتبت كده وخلصت وفاجأ بتليفون بعد المباراة حصل اتصال بيني وبين محمد رمضان الكابتن محمد رمضان وهو منافسه في هذا المركز فبيشكرني جدا على ان انا كتبت كده بيقول يعني انا عجبني ان انت مدبحتش يعني رغم ان هو المنافس بيقول انا بشكرك مش يعني مش كابتن ايمان اللي شكرني كابتن رمضان فقلت له والله ده واجبي انا ما عملتش حاجة غريبة قال لي لا اما وفي واحد تاني ممكن يقول يتبح ايمان رمضان او يتبح حسام حسن او يتبح عماد متاب بلفز انه هو فاشل وانه ضيع الاهلي او انه ضيع فرقته انت فهم قصدي فهي وجهة النظر ممكن تقال لكن لازم تحط معاها النقطة موضوعية النقطة الموضوعية بالظبط وبرضو النقطة الموضوعية اللي تدل علي انك متابعه يعني هو وضيع لا ده هو بقاله مثلا شهرين ما بيلعبش واول ماتش يلعبه فطبيعي جدا انه مش هتبقى حساسية رجله عجون زي واحد بيلعب كل ماتش صح ولا صحيح فهي الفكرة هنا بقى بيتسو موسيماني عمل ايه من يوم ما جه للنادي الاهلي او عمل ايه بطولات من اكتوبر 2020 ايوه لفبراير 2024 كام سنة بنتكلم فيه 14 شهر حلو هل حصل ان فيه حد خد بطولتين دوري ابطال افريقيا في مرسم واحد او في سنة واحدة او في سنة ونص لم يحدث هل فيه حد خد السوبر الافريقي مرتين لا هل فيه حد خد برونزيت برونزيت كاس عالم مرتين متتاليتين برضو في فترة نفس الفترة الزمانية لا ده فيه رقم كمان مهم جدا اه لعب في كاس العالم لاندية ست مباريات مع الاهلي ماشا فاس فاربعة او خسر اتنين حلو جي وامام وامام فرق كبيرة خسر من بالمراس وخسر من بايرن ميونيك بالزبط فهو لازم يكون تقييمنا موضوعي عشان الناس كمان خلي بالك الناس سيبك من بعض الاصوات اللي هي بتنتقد انتقادات مغردة بس بعض الانتقادات دي بتأثر في الجمهور ما هي بتأثر في الجمهور بس انا بلاحظ حاجة ان جمهور الاهلي مقدر تماما لقيمة بيتسو الموسماني ومقدر تماما لقيمة الانجازات اللي بيحققها النادي الاهلي يعني يعني مثلا هتيجي تقول الموسم اللي فات احنا الناس احنا كنقاد وكجماهير زعلوا ليه ان الاهلي خسر الدوري مثلا لانه كان في يده لولا ظروف كتير ما هوينا بقى اللي انا بقوله لولا لولا ظروف كتير جدا اراق واجهات واشياء لو تعرض لها اي فريق في العالم مش هقولك ايجهات بدني وفني لأ ايجهات زهني ممكن عن فكرة الاجهات الزهني ده ابو محمد يخليك مش حابب يعني مش قادر تقيم اللعبة اللي جاي لك هتستقبلها ازاي واتتعامل فيها ازاي مش قادر تفكر فيه احيانا لعيبة بيجي له حالة تشبع من الكورة فالحل بيبقى ايه انه يتسحب شوية من الملعب ويغيب شوية عشان يشتقل الملعب ويرجع تاني كانوا يقولون كده او احنا كمان حسناها انت تفرج على نفسك لو انت بتلعب ماتشاط كل اسبوع ماتشين احسب على فترة زمانية لا انت مش مبسوط مش مبسوط ومجد وبعين بتلاقي ردود افعالك مش سليمة بمناسبة للضغوط اللي جاية والماتشاط اللي جاية انا اتذكر في الفترة والمنتخب رايح الكاميرون وبيستعد الكاس اوم افريقيا جبت سمو سيماني ادى الفريق اجازة 12 يوم فالناس قالت 12 يوم ازاي يا جدع 12 يوم ازاي ده انت مفوط راجع عندك مباريات كاس رابطة ورايح كاس عالم عندها تحضر ازاي الاساسيات الاساسيات بتاع اللعب وعندهم حتى الافكار والخطط وطرق اللعب هم بذكرينها كويس هو كل الفكرة انه لما يرجع هيعملها ازاي هيبقى مشتق اكتر او متشوق اكتر انه هو يطبق ده وهيبقى نال زي ما بيقولوا كده هينزل الملعب عاوز يأكل النجيلة ده ملعبوش غير مباراة واحدة كانت مباراة سموحة وطبعا بالاحداث اللي حصلت والانتقادات اللي طالت الجهاز واللعيبة لا وما كانتش بالفريق الكامل هي مباراة سموحة بس اللي لعيبها بالفريق يعني اعصد من فترة اول يناير او نهاية ديسمبر او ما فيش انا فاهم انا فاهم مش بتكلم عن نتيجة مباراة سموحة انا بتكلم بس الاهلة على مدار اكتر من حوالي هل شعرت ان فيه اجهاد هل شعرت ان الفريق بدنيا مش متحضر كويس ولا الجهاز الفني كان عنده بلان وعنده بعد نظر انك هترجع انا قدام الجدول يعني من 18-2 ل14 مايو احنا بنتكلم مش اقل من 20-25 مباراة اه بالزبط محدش بقى فكر في البلان والمدى البعيد البلان ده ممكن المشاهد العادي ما يبقاش حطه في دماغه بس ده كان السجاهات تحليلية بيتناقش ما عليش برضو خلينا متفقين على حاجة استوديوهات التحليلية احيانا ما بيحطوش في دماغهم الرؤية المتكاملة هو بيحلل ما يراه الان مباراة دلوقتي ماشي لا الطبيعي ان انت وانت بتتكلم على مباراة بتتلعب دلوقتي لا ان انت ما هو ده اللي انا عايز اوصله ان انت بتشوف ظروف الفريق ده ايه فيه فرق بتلعب بشكل منتظم ما تشاط قليلة فبيبقى اكثر لياقة مثلا ما عندوش تشبع انما حط نفسك كده مكان فريق زي النادي القال ما بيلحقش يا راجل يعمل ريفريشنج لدماغه ده هو بييجي من البطولة يعني اللعيبة اللي جاية من كاس الامم تخش على كاس الاندية ده ما فيش 16 ساعة وقبلها كان كاس العرب وقبلها الدوري وبعدها الدوري انت فاهم قصدي يعني درجعين النهاردة لسه انا شوف اياخدوا قدية روحة بالزبط وعندوه ما تشبه معجلية يعني لا والمطلوب منه حاجة برضو صعبة انه هو ازاي يفصل الملفات دي كلها يعني هو النهاردة في بطولة كذا فلازم يعمل كذا فلازم يخرج من كذا يعني المسألة دي لابد ان مرهقة اه طبعا اكيد لو استعرض معجل الجدول خلال الفترة الجاية بص يا جماعة لنهاردة بنتكلم فيه 13 فبراير طيب 18 فبراير الجمعة الجاية الهلال السوداني والاهلي في ملعب الجوارة الزرقاء في السودان 22 فبراير الاهل ومصر المقصة في الدوري 26 فبراير الاهل وسانداونز في القاهرة الجولة الثالثة لدورة ابطال افريقيا 1 مارس فاركو والاهلي 5 مارس الاهلي والمريخ السوداني المباراة المؤجلة لكتفت تلعب مباراة حتأجلت عشان الاهلي عنده مباراة في كاس العالم للاندية 12 مارس سانداونز والاهلي في جنوب افريقيا 18 مارس في أقل من أسبوع المريخ والاهلي وغالبا المباراة ممكن تتلعب في جنوب افريقيا او مش في مصر ولا السودان ده يبني الفترة الجاية 2 ابريل الأهلي والهلال بعد توقف الأجندة الدولية المنتخبة عنده الجولة الفاصلة تصفيات كاس العالة طي بعد 2 ابريل 6 ابريل الأهلي والاتحاد 9 ابريل المصر والاهلي 13 ابريل الأهلي واسترن كومباني 16 ابريل إن شاء الله بداية مرحلة دور التمانية بعد التأهل من المجموعة 19 ابريل امبي والاهلي 23 ابريل ايابة دوري التمانية 27 ابريل للأهلي وطلع الجيش 30 ابريل أنا تعبت من الترتيب المباراة بالشكل ده 30 إبريل السيراميقة والأهلي وهنا تتوقف بقى على مرحلة الدور النصف النهائي 7 مايو و14 مايو ثم الحاج عامر حسين بقى يبدأ يحط مباراة الدور الثاني والمباراتين المؤجلتين للأهلي من الدور الأول 20 مباراة في قد إيه بالضبط من 18-2 ل30 إبريل أنت وانت بتقولهم أنت تعبت وانا تعبت وإحنا عاديين لكن فعلا هي مسألة صعبة جدا وبعين بتبقى صعبة لأنها مرتبطة بحالة بدنية حالة زهنية كل الحاجات دي بتتحسب يعني ما بقاتش كلمتين بيتقالوا ممكن أي حد يقولك يا عام يعني هم بيعملوا إيه اللعيبة لا إزاي الموضوع أنا بقولك اللي هو بقى الصورة خالص يا عام هو بيبصلوا على أنه بيبصلوا على النهاردة النهاردة الماتش بتاع دلوقتي فيه لعيبة ممكن لو مش في حالته الطبيعية استجابته للكورة استجابته لأنه مثلا مدافع استجابته لأنه هو يخرج الكورة أو يشتتها تختلف عامة لو كان مرتاح ولذلك لابد أن يكون هناك يعني تأدير عند الناس يعني عند الناس اللي هم الجمهور والنقاد لحجم الإراق والإيجاد الذي يتعرض له أكيد أكيد مميزة في منافسات كأس العالم للأندية في أبو الزبي في هذه اللحظات وانا معكم على الهواء مباشرة وصلت بحثة فريق النادي الأهلي إلى مطار القاهرة الدولي بعد رحلة استمرت حوالي سلاس ساعات ونصف يمكن البعثة اتحركت منذ الصباح الباكر وكان فيه إجراءات في المطار والحمد لله ممكن كل الإجراءات كانت ميسرة وفي سهولة ويصر في مسألة إنهاء كل الإجراءات الخاصة بسفر البعثة بصراحة الأهلي كان موجود وكأنه في بلده الثاني موجود في مصر خلال الفترة الأخيرة لأنه موجود في أبو الزبي لكنه موجود في مصر يمكن كل القائمين على تنظيم مكاس العالم للأندية اللجنة المنظمة المحلية الإعلام الإماراتي الجماهير في الإمارات كل بلا استثناء كان واقف وكان بيساعد وبيساهم بشكل جميل جدا في مساعدة النادي الأهلي بأقصى حد في هذه البطولة فالبطولة بصراحة إحنا محسناش إنها تلعبت في دولة أخرى خارج مصر سواء مصر أو في الإمارات أنت بتلعب أكنك بالزبط في بلدك وده كان شيء رائع جدا والأهلي حس بالدفء بالفعل خلال وجوده في أبو الزبي خلال مشاركته في كأس العالم للأندية البعثة وصلت والنهاردة تبقى في أفراح ومن بكرة هيبدأ بقى الاستعداد لمباراة الهلال السوداني سيد جمال البعثة الحمد لله وصلت بسلامة الله الله يسلم حضرتك لكن عايز أتكلم بقى كمان على واحد من الجنود نقدر نقول آخر اللعيبة اللي كانت في الجيل الزهبي كابتن وليد سليمان اختار توقيت طبعا هو اختيار وحرية شخصية ليه أنا كنت أتمنى وليدي يكمل مع الأهلي أكتر من كده لكن مهم جدا اللعيب وهو بيعلق الحزاء إمتى يختار التوقيت المناسب طبعا لإعتزال قائم يعني قادم قادم هو قادم لكن اختيار التوقيت ده مهم وأنا بحترم جدا اللي يعرف اللاعب اللي يعرف هو قادر ولا يكتفي بكده يعني هو كابتن وليد لغاية دلوقتي بيلعب وبيؤدي بشكل كويس ويعني لما بيتلاقيه في أي مباراة لو اشترك في أي جزء من مباراة بتلاقي لا ريحة ريحة للأداء الجميل والموهبة لكن هو إحساسه إيه ده قراره ولذلك حتى يمكن كابتن محمود الخطيب لما وليد سأله أو قاله إن أنا عاوز أعتزل كابتن قاله طبعا ده قرارك يعني أنت إحساسك إيه هو ده اللي هنمشي عليه ودي حقيقة فعلا فاختيار التوقيت بقى مهم وأنا بعتقد أن اختيار التوقيت هو آخر القرارات القوية اللي بيتتخذها اللاعب أهم القرار في حيات اللاعب واللي هو كمان يقول أنا هكمل ولا هستمر ولا حني يعني ما هو في بعض اللاعب يقولك مثلا أنا حسيب النادي هعتزل بس هكمل في حت تاني ماشي هو رأى إن هو يعني يكمل ويختم مشواره الرائع الجميل في ناديه النادي الأهلي جات له عروض على فكرة بس ما كانش عايز ينشي هو خلاص وبعين بيني وبينك يعني التجربة أثبتت إنه أي لعيب بيعتزل خاصة في النادي الأهلي لو لعب برا هو بيبقى زعلان يعني يعني فيه تجارب محترمة ولعيبة كبار وأهلوية أو كل شيء بس فكروا إنه هم يكملوا شوي هتلاقي فين يعني معلش يعني مع كل الاحترام مش هتجد محمد عبد منعم حقق بطولة برونزية كاس عالم بعد ما جه في نص ساعة أو ساعة يعني الراجل بجد والله حاجة تفرق وتفرح في نفس الوقت لإيه لإنه اللاعب لما بيحصل على ألقاب تخيل كل اللاعب الموجودين حتى لما بيشاركوش بشكل منتظم كل دي بطولات طالما هو في القائمة بتاعة النادي الأهلي هو بيحصل على الألقاب بيحصل على الألقاب فطبعا بنقول كابتن وليد مشوار رائع من العطاء وحب كبير من جماهير النادي الأهلي أعتقد دي كلها جوائز واختيار توقيت برونزية كاس العالم أعتقد اختيار أكثر أكيد رائع جدا لأنه كمان في نقطة مبارح مهمة ممكن السوشيال ميديا خدت بالها من التفاصيل ده مبارح وانت كاسباني 2-0 كان في بعض استعراض المهارات شوائية وليد سليمان أمن عبدكة وقام ووجه بصفة طبعا كابتن الفريق وقال لعيب خبرة أحمد عبدالقادر وكذا لاعب ما تستسهلوش المباراة المباراة لسه بتتلاعب ما فيش حاجة اسمها كاسباني 2-0 كمله لعيب الخبرة اللي زي ده لما بيكون موجود جوه الفرقة حتى لو مش بيشاركوش لأساسي قائد وبعدين تفكرتني أنا نفسي أعرف الجون الرائع اللي جاب أحمد عبدالقادر اللي تلاغى أه أفصايت أه أفصايت إيه بس لا بس هي أفصايت والله يا أبوحمد عاد إمبارحة عادة أنا شفتها 20 ألف مرة أحمد عبدالقادر جاي من حركة ده جاي من حركة بس التقنية اللي بيتم استخدامها في هذه البطولة دي الأول مرة تقنية فاشلة لأنها أفسادت هدفا رائعا والله العزيز انتقذك من جمال وحلوة الهدف نفسك ما يتلغيش طبعا وحتى لو فيه طب يعني ما قبل تقنية الفار ما كانت فيه هدف كده جميلة كده لو تلاغت كان الفار أفسادة عليها هي متعة الكورة ماتت باستخدام التكنولوجيا إلى حد كبير حتى بتلاقي اتعمل بوز على الفرحة يعني لو فيه هدف انت هتشوفه على الفار تلاقي اللعيبة عملت كده فرحة أجري ولا استنى أفرح ولا لسه بس طبعا هو أكيد 100% الفار هو قلل المتعة شوية لكن ضبط كتير من القرارات التحكمية هو يعني مفيد بيطبق العدالة أعم ولا مش بيطبق العدالة لأ هو المفروض لنية مسألة نسبية لأ هو المفروض يضمن مليون في المية العدالة ليه اللقطة اللي الحكم شافها في جزء من الثانية ولو كان عنده شك وعاوز يتراجع مش هيعرف الفار منحه هذي الفرصة فلو لو في عدالة في تطبيق الفار لا تبقى حاجة يبقى هايل يبقى هايل آه لكن لو استخدم للأغراض أخرى مجاملة أو غيره بس أعتقد في الأغلب يعني بيكون يعني بيوفر العدالة بيوفر العدالة أعتقد هذا في دورة أبطال إفراقيا انطلقت المباريات من مبارح وأول مبارح لكن ما فيش فار برضو غلط بقى أصلت خلاص طالما أنت تعودت على استخدام الفار النهاردة بقى صعب جدا حتى على الحكم أنه هو ياخد قراراته لوحده يعني بيحتاج إلى مساندة تعوده على كده خلاص طبعا طبعا ولذلك لابد من وجود الفار من أول البطولة لأخر بدون تمييز بس أفريقيا الإمكانيات فيها صعبة جدا معلش 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 لعنك ملاعب أصلا مش غير صالحة لصدافة المباريات ما بالك أنت هتطبق الفار أنت محتاج كباين وتكنولوجيا والأميرات يتطبق يا ما تطبقش إنما تطبق في جزء جزء لا طب ما هو أنت إذا ضمنت العدالة في دور متقدم طب أنت ظلمت ناس في الأول فلابد بقى من أن يكون أحد الشروط الأساسية لإقامة المباريات هو الفار أحد الشروط الأساسية لازم زي الملعب زي النجيلة زي يعني بدون طباط طيب إلهي رجع والنهارده الحمدل على السلامة نور مصر وشرف مصر ومن بكرة يستعد الهلال السوداني نتكلم من يوم الاثنين تمام من يوم الاثنين لغاية يوم الجمعة الجاية الجهاز الفن هيبقى عنده مساحة الاثنين يعني نتكلم من يوم الاثنين لغاية يوم الجمعة المباريات الجمعة في السودان كمان يعني الغالبا ممكن يسافر الأربع أو يسافر الخميس يعني لسه لسه فيه سافر وغاية يسافر الأربع هيتمرن الخميس هناك في المؤتمر هيتمرن عمال عبد الرئيسي ويبقى فيه مؤتمر صحفي والمطش يوم الجمعة الساعة 3 العصر بالمناسبة لأن المعاد تغير كذا مرة لكن آخر معاد رسمي يوم الجمعة الساعة 3 العصر طيب الراجل راجع يريح الدوليين يومين 3 ويبدأ يتمرن بيهم يومين 3 يبقى دخل في الخميس والجمعة يعني يريحهم يعني يريح ولا يريحش وهيعمل إيه في مباراة الهلال وانتعرف بقى دلوقتي الانتقاد بقى بحسب بالنتيجة يعني مثلا نفترض هتروح السدان تتعادل مع الهلال هتلاقي بقى الانتقادات والناس نسيت الانجاز اللي حصل من كم يوم لا هو بالتأكيد الإعلام إزاي اتعامل مع الموضوعات دي يا صاح جمال هو بالتأكيد أنه الفترة قليلة جدا بس أعتقد أنه بقى فيه برضو خبرة لدى الجهاز الفني ولدى اللاعبين أنهم يعني سرعة الاستشفاء ولو أن اللاعب المرهق ياخد وقت جزء من المباريات مثلا لو يغير فيه النتيجة بأقل مجهود لكن هو برضو نرجع نقول يا وحمد أنه هو واقع مفروض عليك يعني في ظل تلاحق المباريات وتلاحق البطولات أعتقد أنه لابد أن تتعامل مع الموقف وإن شاء الله برضو بإذن الله يقدره يعني يعملوا نتيجة كويسة رغم ضيق الوقت يعني وإن شاء الله يحقق الآلي نتيجة برضو كويسة بإذن الله الآلي عنده خبرات الخبرات دي وعنده فيه لعيبة دلوقتي بقت قوة إضافية في الفريق اللي هم المجموعة اللي تم تجربتهم إذا كانوا منهم حد مقيد في القايمة هيفيد النادي الآلي أنت هتضيف ضفت محمد عبد المنعم بس فمحمد عبد المنعم إضافة برضو أنت كنت محتاج في قلب الدفاع إلى إضافة لأن أنت فيه إصابات كتير ده أنت عندك غياب أكرم توفيق وغياب بدري بنون ومباراة الهلال أيمن أشرف مش هلعب عشان عنده كارت أحمر في كاس العالم عنده إيقاف مباراتين فمش هيلعب مبارات الهلال السوداني فأنت عندك مفيش من خط الدفاع الأساسي غير علي معلول ولسه كمان هنشوف إمكانية استعادة محمد الشناو الفترة الجاية ممكن يلحق ولا ما يلحقش فأنت هترجع بقيت هتتمد على ياسر إبراهيم محمد عبد المنعم محمد هاني علي معلول ولو الشناو جاهز يلحق لو مش جاهز هيبقى علي لطفي وعلي لطفي برضو كويس أو أنه خد الفترة اللي فاتت دي طبعا بيجيب مستواتك فأعتقد برضو إن شاء الله يعني يكونوا الفترة اللي جاية دي بإذن الله الآله يعدي مرحلة برضو التزاحم ده ولابد التعامل معه على إين واقع لأن أنت زي ما عرضت كده آه عشرين مبارات الجدول عشرين مبارات لا صعب لابد أن أنت هتتعامل مع هذه المسألة وهتضطر تشرك كل القوة اللي موجودة عندك أنت ما عندكش فترة أجازة غير بين واحد وعشرين مارس لتسعة وعشرين مارس حوالي تسعة تيام عشان بس المنتخب دول فترة فترة مبارات السنغال مصر والسنغال بالضبط مفيش غير تسعة تيام دول بس لكن غير كده أنت عندك استمرارية وتلاحق وعلى فكرة هو ده قدرك كبطل يعني قدر النادي الآلي كبطل أنه هو يتعامل مع كل هزيز أنا فجأت وعلى فكرة دي بطولة طبعا بطولة كانوا بيفكروا في إقافة دوري عشان المنتخب ياخد اللعيبة ويستعد للمبارات السنغال طيب ما خدوش بالهم أن الأهلي أصلا من يوم 12 مارس ل18 مارس مش هيكون موجود في مصر يعني عنده مبارات 18 مارس مع سانداونز برة في جنوب إفريقيا مبارات 18 مارس المريخ والأهلي يمكن انبارح المعلومات الرسمية اللي صدرت من نادي المريخ أن المبارات دي كمان ممكن تتلعب في جنوب إفريقيا خلال الفترة الجاية يعني ممكن الأهلي أصلا يقعد معسكر أسبوع في جنوب إفريقيا ممكن يعني تخيل ده قبل مبارات السنغال ففترة هي ما أقولك هي ظروف هي صعبة لكن أنا بتوقع برضو بخبرات الأهلي وبخبرات لعيبته وخبرات بيتسو المسلماني أنه هو يقدر أنه هو يتغلب عليها أكيد بشيء من الجد يعني في صعوبات طبعا طيب قدامنا بعض اللقطات هامن طبعا ده توقيت مغادرة البعثة في أبوظبي دي توقيت مغادرة البعثة في أبوظبي لأن بعد شواء نديكم بقى اللقطات الحصرية لاستقبال البعثة في مطار القاهرة عمر السلية يعني فترة كبيرة أو عمر السلية غاية بالتأكيد الفترة الأخيرة كاس أوم إفرقيا في الكاميرون ثم كمان كاس عالم أندية قدامنا كمان حسام حسن كان بيتم تأهيل وتجهيز هناك بيرس تاو بالمناسبة قدامنا هي دكتور أحمد أبو عبل طبيب فريق النادي الأهلي كان عنده اجتماع مسمر جدا مع الانتحاد الدولي واللجنة الطبية يمكن خلال الأيام القادمة هنكشف لكم عن تفاصيل هذا الاجتماع لأنه كان اجتماع مهم جدا جمع الأربع فرق اللي وصلوا لنصف نهائي كاس عالم الأندية ويمكن الخبر ده يمكن أول مرة الناس تسمعه ممكن ما تعملش عليه سبوت كبير لكن حضر من هذا الاجتماع دكتور أحمد أبو عبل طبيب فريق النادي الأهلي مع طبيب تشيلسي طبيب بالميراس وأيضا كمان طبيب فريق النادي الهلالي السعودي مع اللجنة الطبية للفيفا لأنه فيه أمور خاصة بالإجراءات الاحترازية للكورونا الفترة الجاية فيه أمور خاصة بالفحوصات والتحاليل الطبية اللي بتتعامل للعيبة بعد إصابتهم بفيروس كورونا ومضاعفات كورونا يمكن الفيفا خلال الفترة الجاية يبقى عنده تفاصيل مهمة جدا متعلقة بالنواحي الطبية طيب أهو قدامكم يمكن لقطات خاصة وحصرية لوصول بعثة فريق النادي الأهلي المهندس خالد مرتجي أمين السندوق ورئيس البعثة الكابتن حسام غالي عضو مجلس الإدارة وحلقة الوصف ما بين مجلس الإدارة وشركة الكورة دكتور محمد داشوق عضو مجلس الإدارة وطبعا أحد الجنود المجهولة في مسألة اللجانة الطبية في النادي الأهلي الأستاذ زرطاري أنديل عضو مجلس الإدارة وممكن كان لديه دور كبير جدا في مسألة تسويق العضويات في أفرع النادي الأهلي وأستاذ جمال جابري الكابتن زكريا ناصف عضو لجنة التخطيط طبعا أعضاء شركة الأهلي الخدمات الرياضية الكابتن أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات نجوم النادي الأهلي في هذه التخطية والمتابعة الحصرية عقب الوصول إلى مطار القاهرة الدولي زي ما قلت لكم أي مشاركة في أي بطولة للنادي الأهلي هو مش بيقفل الصفحة وبس لا ده بيرجع وبيعمل اجتماع وبيشوف إيجابيات المشاركة وسلبيات المشاركة سلبيات المشاركة الكل عارفها والكل شافها والكل حضرها والمقولة التاريخية اللي اتحطت في المتحف أنا بعتبر المقولة دي عتبقى من الأساسيات اللي يعني موجودة في الكرة المصرية ليس كل ما يعرف يقال إله لا يلعب بكامل نجومه أنا عادت أدور على كامل نجومه دي فيه لا في الأولى ولا في التانية ولا في التالتة يعني ما هي كلمة تقالك كده عارف فض مجالس هي فض مجالس بس الحقيقة النادي الآلي إدارته تعاملت مع هذا الموقف مع حتى بعد ما قيلة هذه الجملة بشيء من الاحترافية النادي الآلي وصل صوته وبلغ اعتراضه الرسمي للفيفا من خلال حتى ورش اتعامل مع فيفا مع مسؤولين الفيفا مظبوط اللي حضرها المهندس خالد مرتاجي مظبوط ونقلهم الاعتراض على هذا الوضع الغريب وهو وضع غريب فعلا ليه لان انت ما ينفعش ان انت وانت بتنظم بطولة مهتم بتشيلسي فقط او بطل اوروبا فقط والباقي كله هو قرار كان متاخد من شهر عشر اللي فات وقبل ما اطلع الفاصل الموضوع تتحديدا نقشته في قناة الاهل كذا مرة والحمد لله يمكن القناة هنا كان لها السبق في يعني الحديث عن هذه القضية وكل المعلومات الخاصة بالقضية دي ما تقلتش في اي مكان الا في قناة الاهل لكن بأكد على المعاني دي والجملة اللي جاية دي والله العظيم ما في حد وقف في صف النادي الاهلي ولا خاطب الفيفا وتكلم بكل قوة مع الفيفا لا من الاتحاد المصري اللجنة السلسية وقتها ولا من الاتحاد الافريقي لكرة القدم وقتها الكل بلا استثناء ما كان شئات دي معلومة دي معلومة أنا واثق منها ومتأكد منها من نسبة مليون في المية طلع قال لك هو كان في حل بس احنا ما تابعناش والله العظيم ما كان فيه اي حلول الناس كلها قالت الاهل ما هيشارك منتخب بقى يكمل ما يكملش هو ونصيبه حسبتها كده الناس حسبوها كده هم سابوا الأمور تمشي زي ما تمشي بالزبط بالبلد يعني عشان ما حدش يجي يزايد ويقول لك أصل فلان الجبار باتصالاته لزنهار عمل كذا وكان فيه حل وإحنا ما تابعناش لا لا يعني كان فيه حل واتابعناش انسى بس أنا عايز أقول أنه أنا يهمني هنا هل النادي الأهل يسكت على ده هو ما فيش الأهل مش في يده بقرار لا لكن في يده الأهل كان ضحية الموقف ده لكن في يده أنه يعترض بشكل واضح ويسجل اعتراضه لعله وعسى في المرات القادمة يبقى الناس عندها رؤيا ده كان كل اجتماع مكتب تنفيذي للكافي يقول لك النهاردة عينها أشوف مكتب التنفيذي أبص على جدول الأعمال فيش حاجة جماعة بتقولوش كلام غلط بيقولوا كلام للاستهلاك المحلي أو لامتصاص الغضب وزي ما انت قلت هي ماشية قالك هتمشي زي ما تمشي بالظبط الحمد لله طبعا منتخب مصر وصل إلى المباراة النهائية استقبال طيب معنا لقطة مهمة جدا هو على هواة مباشرة استقبال وزير الشباب والرياضة دكتور أشرف صبحي لبعثة فريق النادي الأهلي في صالة قبار الزوار وفي الاستقبال الكبير جدا والمهم جدا لبعثة فريق النادي الأهلي عقب الوصول من أبو ظبي والمشاركة المميزة لبطل مصر وإفريقيا دكتور أشرف صبحي بيرحب بكل أفراد البعثة وأيضا كمان أستاذ محمد الدماطي عضو مجلس دارة النادي الأهلي دكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي وهذه التحية والتحية وتقدير من وزارة الشباب ورياضة من الدولة المصرية لمشاركة النادي الأهلي لمس المصر أفضل تمثيل في هذه البطولة رغم كم الصعوبات والمعوقات اللي هو هجه النادي الأهلي في هذه البطولة استقبال مميز جدا لكل أفراد البعثة استقبال رسمي وأيضا كمان يعني لولا بقى الكورونا أنا فاكر حضرت في 2006 الاستقبال الشعب اللي حصل للأهلي فاكر لما كان الفريق راجع وطبيس مكشوف ومشي في كل شوارع القاهرة وفي مقر الجزيرة كان في بداية المشاركات والأهلي كان محقق البرونزية برضه فكان لابد طيب إن شاء الله طيب أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجى مع وعد لسه عندنا تفاصيل والقطات حية من مطار القاهرة الدولي لوصول بأسة فريق النادي الأهلي المتوج بالميدالية البرونزية في كأس العالم للأندي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اهلا بحضراتكم من جديد ومستمرين معكم في التغطية الخاصة لاستقبال أبطال إفريقيا أصحاب الميدالية البرونزية تالت العالم بعد مشاركة مميزة في منافسات كأس العالم للأنديا في أبوظبي في هذه اللحظات وأنا معكم على الهوام مباشرة وصلت بأسة فريق النادي الأهلي إلى مطار القاهرة الدولي بعد رحلة استمرت حوالي ثلاث ساعات ونصف يمكن البأسة اتحركت منذ الصباح الباكر وكان فيه إجراءات في المطار والحمد لله يمكن كل الإجراءات كانت ميسرة وفي سهولة ويسر في مسألة إنهاء كل الإجراءات الخاصة بسفر البأسة بصراحة الأهلي كان موجود وكأنه في بلده التاني موجود في مصر خلال الفترة الأخيرة لأنه موجود في أبوظابي أكنه موجود في مصر يمكن كل القائمين على تنظيم مكاس العالم الأندية اللجنة المنظمة المحلية الإعلام الإماراتي الجماهير في الإمارات كل بلا استثناء كان واقف وكان بيساعد وبيساهم بشكل جدا في مساعدة النادي الأهلي بأقصى حد في هذه البطولة فالبطولة بصراحة احنا محسناش أنها تلعبت في دولة أخرى خارج مصر سواء مصر أو في الإمارات أنت بتلعب أكنك بالزبط في بلدك وده كان شيء رائع جدا والأهلي حس بالدفء بالفعل خلال وجوده في أبوظابي خلال مشاركته في كأس العالم للأنديا البعصة وصلت والنهاردة تبقى فيه أفراح ومن بكرة هيبدأ بقى الاستعداد لمباراة الهلال السوداني أستاذ جمال بأس الحمد لله وصلت بسلامة الله الحمد لله الحمد لله الله يسلم حضرتك لكن عايزة أتكلم بقى كمان على واحد من الجنود نقدر نقول آخر اللعيبة اللي كانت في الجيل الزهبي كابتن وليد سليمان اختار توقيت طبعا هو اختياره حرية شخصية ليه أنا كنت أتمنى وليدي يكمل مع الأهلي أكتر من كده لكن مهم جدا اللعيب وهو بيعلق الحزاء إمتى يختار التوقيت المناسب طبعا الاعتزال قائم يعني قادم قادم وقادم لكن اختيار التوقيت ده مهم أقول وأنا بحترم جدا اللي يعرف اللاعب اللي يعرف هو قادر ولا يكتفي بكده يعني هو كابتن وليد لغاية دلوقتي بيلعب وبيؤدي بشكل كويس ويعني لما بتلاقيه في أي مباراة لو اشترك في أي جزء من مباراة بتلاقي لأ ريحة ريحة للأداء الجميل والموهبة لكن هو إحساسه إيه ده قراره ولذلك حتى يمكن كابتن محمود الخطيب لما وليد سأله أو قال له إن أنا عاوز أعتزل الكابتن قال له طبعا ده قرارك يعني إنت إحساسك إيه هو ده اللي هنمشي عليه ودي حقيقة فعلا فاختيار التوقيت بقى مهم وأنا بعتقد إن اختيار التوقيت هو آخر القرارات الرائعة القوية اللي يتخذها اللاعب أهم قرارات في حياته اللاعب واللي هو كمان يقول أنا هكمل ولا هستمر ولا هنهي يعني ما في بعض اللاعب يقولك مثلا أنا حاسيب للنادي هعتزل بس هكمل في حتة تانية ماشي هو رأى إن هو يعني يكمل ويختم مشواره الرائع الجميل في ناديه النادي الأهلي جات له عروض على فكرة بس ما كانش عايز هو خلاص وبعين بيني وبينك يعني التجربة أثبتت إنه أي لعيب يعتزل خاصة في النادي الأهلي لو لعب برا هو بيبقى زعلان يعني 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 في تجارب محترمة ولعيبة كبار وأهلوية وكل شيء بس فكروا إنه هم يكملوا شوي هتلاقي فين يعني يعني معلش يعني مع كل الاحترام مش هتجد المحمد عبد منعم حقق بطولة برونزية كاس عالم بعد ما جه في نص ساعة أو ساعة يعني الراجل بجد والله حاجة تفرق وتفرح في نفس الوقت لإيه لإنه اللاعب لما بيحصل على ألقاب تخيل كل اللاعب اللي موجودين حتى اللي ما بيشاركوش بشكل منتظم كل دي بطولات طالما هو في القائمة بتاعة النادي الأهلي هو بيحصل على الألقاب بيحصل على الألقاب فطبعا بنقول لكابتن وليد مشوار رائع من العطاء و حب كبير من جماهير النادي الأهلي أعتقد دي كلها جوائز واختيار توقيت برونزية كاس العالم أعتقد اختيار أكيد رائع جدا لأنه كمان في نقطة مبارح مهمة وممكن السوشيال ميديا خدت بالها من التفاصيل ده مبارح وانت كاسبان 2-0 كان فيه بعض استعراض المهارات شوية وليت سليمان أم من عبدكة وقام ووجه بصفة طبعا كابتن الفريق وقال عيب خبرة أحمد عبد القادر وكذا لاعب ما تستسهلوش المباراة المباراة لسه بتتلاعب ما فيش حاجة اسمها كاسبان 2-0 كملو لعب الخبرة اللي زي ده لما بيكون موجود جوه الفرقة حتى لو مش بيشارجوا شكل أساسي قائد بيبقى قائد وبعدين تفكرتني أنا نفسي أعرف الجون الرائع اللي جاب أحمد عبد قادر اللي تلاغى أه أف سايد أف سايد إيه بس لا بس هي أف سايد والله يا أبو حميد مباراة عادة أنا شفتها عشرين ألف مرة أحمد عبد قادر جاي من حركة ده جاي من حركة بس التقنية اللي بيتم استخدامها في هذه البطولة تقنية فاشلة لأنها أفسدت هدفا رائعا والله العظيم أنت قصدك من جمال وحلوة الهدف نفسك ما يتلغيش طبعا وحتى لو فيه طب يعني ما قبل تقنية الفار ما كانت فيه هدف كده جميلة كده لو تلاغت كان الفار أفسادة عليها مطعة الكورة ماتت باستخدام التكنولوجيا إلى حد كبير حتى بتلاقي اتعمل بوز على الفرحة يعني لو فيه هدف أنت هتشوفه على الفار تلاقي اللي عيبة عملت كده فرحة أجري أستنى أفرح بس طبعا هو أكيد 100% الفار هو قلل المتعة شوية لكن زبط كتير من القرارات التحكمية هو يعني مفيد بيطبق العدالة أو لا مش بيطبق العدالة لأ هو المفروض لأنها مسألة نسبية لأ هو المفروض يضمن مليون في المية العدالة ليه اللقطة اللي الحكم شافها في جزء من الثانية ولو كان عنده شك وعاوز يتراجع مش هيعرف الفار منحه هذه الفرصة فلو لو فيه عدالة في تطبيق الفار لا تبقى حاجة يبقى هايل يبقى هايل لكن لو استخدم للأغراض أخرى مجاملة أو غيره بس أعتقد في الأغلب يعني بيكون يعني بيوفر العدالة بيوفر العدالة أعتقد هذا في دورة أبطال إفراقيا انطلقت المباريات من امبارح وأول امبارح لكن ما فيش فار برضو غلط بقى أصلت خلاص طالما أنت تعودت على استخدام الفار النهاردة بقى صعب جدا حتى على الحكم أنه هو ياخد قراراته لوحده يعني بيحتاج إلى مساندة اتعوده على كده خلاص طبعا طبعا ولذلك لابد من وجود الفار من أول البطولة لأخير بدون تمييز بس أفريقيا الإمكانيات فيها صعبة جدا معلش تطبق في جزء جزء لأ طب ما هو أنت إذا ضمنت العدالة في دور متقدم طب أنت ظلمت ناس في الأول فلابد بقى من أن يكون أحد الشروط الأساسية لإقامة المباريات هو الفار أحد الشروط الأساسية لازم زي الملعب زي النجيلة زي نور مصر وشرف مصر ومن بقرة يستعد الهلال السوداني نتكلم من يوم الاثنين من يوم الاثنين لغاية يوم الجمعة الجاية الجهاز الفن هيبقى عنده مساحة المباراة من الجمعة المباراة من الجمعة في السودان كمان غالبا ممكن يسافر الأربع أو يسافر الخميس يعني لسه لسه فيه صفر وغالبا هيتمرن الخميس هناك في المؤتمر هيتمرن عمالعب الرئيسي ويبقى فيه مؤتمر صحفي والمطش يوم الجمعة الساعة الثلاثة العصر بالمناسبة لأن المعاد تغير كذا مرة لكن آخر معاد رسمي يوم الجمعة الساعة الثلاثة العصر طيب الراجل راجع يريح الدوليين يومين ثلاثة ويبدأ يتمرن بيهم يومين ثلاثة يبقى دخل في الخميس والجمعة يعني يريحهم يعني يريح ولا ما يريحش وهيعمل ايه في مباراة الهلال وانت عارف بقى دلوقتي الانتقاد بقى بحسب بالنتيجة يعني مثلا نفترض هتروح السودان تتعادل مع الهلال هتلاقي بقى الانتقادات والناس نسيت الانجاز اللي حصل من كم يوم الاعلام ازاي تعامل مع الموضوعات يا صوص جمال هو بالتأكيد انه الفترة قليلة جدا بس اعتقد انه بقى فيه برضو خبرة لدى الجهاز الفني ولدى اللاعبين انهما يعني سرعة الاستشفاء ولو ان اللاعب المرهق ياخد وقت جزء من المباريات مثلا لو يغير فيه النتيجة بأقل مجهود لكن هو برضو نرجع نقول يا وحميد انه هو واقع مفروض عليك يعني في ظل تلاحق المباريات وتلاحق البطولات اعتقد انه لابد ان تتعامل مع الموقف وان شاء الله برضو باذن الله يقدروا يعني رغم ضيخ الوقت وان شاء الله يحقق الاهل النتيجة برضو كويسة باذن الله الاهل عنده خبرات الخبرات دي وعنده فيه لعيبة دلوقتي بقت قوة اضافية في الفريق اللي هم المجموعة اللي تم تجربتهم اذا كانوا منهم حد مقيد في القايمة هيفيد النادي الاهل انت هتضيف ضفت محمد عبد المنعم بس فمحمد عبد المنعم اضافة برضو انت كنت محتاج في قلب الدفاع الى اضافة لان انت فيه اصابات كتير ده انت عندك غياب اقرم توفيق وغياب بدر بنون ومباراة الهلال ايمن اشرف مش هلعبه عشان عنده كارت احمر في كاس العالم فانت عنده ايقاف مباراتين فمش هيلعب مباراة الهلال السوداني فانت عندك مفيش من خط الدفاع الاساسي غير علي معلول ولسه كمان هنشوف امكانية استعادة محمد الشناو الفترة الجاية ممكن يلحق ولا ما يلحقش فانت هترجع بقى هتمد على ياسر ابراهيم محمد عبد المنعم محمد هاني علي معلول ولو الشناو جاهز يلحق لو مش جاهز هيقبع علي لطفي اه طبعا وعلي لطفي برضو كويس او انه خد الفترة اللي فاتت دي خلي بالك حرس المرمى كل ما يلعب كل ما بيجي مستوى بيرجع اه طبعا بيجيب مستوى اه فاعتقد برضو ان شاء الله يعني يكونوا الفترة اللي جاية دي بإذن الله الاه يعد مرحلة برضو التزاحم ده ولابد التعامل معه على اين واقع لان انت زي ما عارضت كده اه عشرين مباراة الجدول عشرين مباراة لا صعب لابد ان انت هتتعامل مع هذه المسألة وهتضطر تشرك كل القوة اللي موجودة عندك انت ما عندكش فترة اجازة غير من واحد وعشرين مارس لتسعة وعشرين مارس حوالي تمن تسعة ايام عشان بس المنتخب عندهم دول فترة فترة مباراة السنغال مصر والسنغال مفيش غير تسعة ايام دول بس لكن غير كده انت عندك استمرارية وتلاحق وعلى فكرة هو ده قدرك كبطل يعني قدر النادي الاهلي كبطل انه هو يتعامل مع كل هزيز دول انا فوجيت كمان وعلى فكرة دي بطولة اه طبعا بطولة كانوا بيفكروا في اقافة دوري عشان المنتخب ياخد اللعيبة ويستعد للمباراة السنغال طيب ما خدوش بالهم ان الاهلي اصلا من يوم 12 مارس ل18 مارس مش هيكون موجود في مصر يعني عنده مباراة 18 مارس مع سانداونز برا في جنوب افريقيا مباراة 18 مارس المريخ والاهلي يمكن انبارح المعلومات الرسمية اللي صدرت من النادي المريخ ان المباراة دي كمان ممكن تتلعب في جنوب افريقيا خلال الفترة الجاية يعني ممكن الاهلي اصلا يقعد معسكر اسبوع في جنوب افريقيا ممكن يعني تخيل ده قبل مباراة السنغال فترة لا هي ما اقولك هي ظروف هي صعبة لكن انا بتوقع برضو بخبرات الاهلي وبخبرات لعيبته وخبرات بيتسو المسلماني ان هو يقدر ان هو يتغلب عليها اكيد بشيء من الجهد يعني في صعوبات طبعا طيب قدامنا بعض اللقطات هامن طبعا ده توقيت مغادرة البعثة في ابو ظبي دي توقيت مغادرة البعثة في ابو ظبي لان بعد شواء نديكم بقى اللقطات الحصرية لاستقبال البعثة في مطار القاهرة عمر السلية يعني فترة كبيرة او عمر السلية غايب التأكيد عن مصر في الفترة الاخيرة كاس اوم افريقيا في الكاميرون ثم كمان كاس عالم اندية قدامنا كمان حسام حسن كان بيتم تأهيل وتجهيز هناك بيرستاو بالمناسبة قدامنا هي دكتور احمد ابو عبلة طبيب فريق النادي الاهلي كان عنده اجتماع مصمر جدا مع الاتحاد الدولي واللجنة الطبية يمكن خلال الايام القادمة هنكشف لكم عن تفاصيل هذا الاجتماع لان كان اجتماع مهم جدا جمع الاربع فرق اللي وصلوا نصف نهائي كاس عالم الاندية وممكن الخبر ده يمكن اول مرة الناس تسمعه ممكن ما تعملش عليه سبوت كبير لكن حضر من هذا الاجتماع الدكتور احمد ابو عبلة طبيب فريق النادي الاهلي مع طبيب تشيلسي طبيب بالمراس وايضا كمان طبيب فريق النادي الهلال السعودي مع اللجنة الطبية للفيفا لان في امور خاصة بالاجراءات الاحترازية للكورونا الفترة الجاية في امور خاصة بالفحوصات والتحاليل الطبية اللي بتتعامل للعيبة بعد اصابتهم بفيروس كورونا ومضاعفات كورونا يمكن الفيفا خلال الفترة الجاية يبقى عنده تفاصيل مهمة جدا متعلقة بالنواحي الطبية احنا ما اشعرناش اهو قدامكم اممكن لقطات خاصة وحصرية لوصول بعثة فريق النادي الاهلي المهندسة خالد مرتجي امين السندوق ورئيس البعثة الكابتن حسام غالي عضو مجلس الادارة وحلقة الوصن ما بين مجلس الادارة وشركة الكورة دكتور محمد داشوق عضو مجلس الادارة وطبعا احد الجنود المجهولة في مسألة اللجانة الطبية في النادي الاهلي الاستاذ زرطاري انديل استاذ جمال جابري الكابتن زكريا ناصف عضو لجنة التخطيط طبعا اعضاء شركة الاهلي الخدمات الرياضية الكابتن امير توفيق مدير التسويق والتعاقدات نجوم النادي الاهلي في هذه التخطية والمتابعة الحصرية عقب الوصول الى مطار القاهرة الدولي زي ما قلتلكم اي مشاركة فاي بطولة للنادي الاهلي هو مش بيقفل الصفحة وبس لا ده بيرجع وبيعمل اجتماع وبيشوف ايجابيات المشاركة وسلبيات المشاركة سلبيات المشاركة الكل عارفها والكل شافها والكل حضرها والمقولة التاريخية اللي اتحطت في المتحف انا بعتبر المقولة دي عتبقى من الاساسيات اللي يعني موجودة في الكرة المصرية ليس كل ما يعرف يقال الاهلي عيل عب بكامل نجومه انا عطى دور على كامل نجومه دي فين لا في الاولى ولا في التانية ولا في التالتة هي كلمة تقالك كده عارف فض مجالس هي فض مجالس بس الحقيقة النادي القالي إدارته تعاملت مع هذا الموقف حتى بعد ما قيلت هذه الجملة بشيء من الاحترافية النادي القالي وصل صوته وبلغ اعتراضه الرسمي للفيفا من خلال حتى ورشة عمل مع فيفا مع مسؤولين الفيفا اللي حضرها المهندس خالد مرتاجي مضبوط ونقلهم الاعتراض على هذا الوضع الغريب وهو وضع غريب فعلا لأن انت ما ينفعش ان انت وانت بتنظم بطولة مهتم بتشيلسي فقط او بطل اوروبا فقط والباقي كله هو قرار كان متاخد من شهر عشر اللي فات وقبل ما اطلع الفاصل الموضوع تحديدا نقشته في قناة الاهل كذا مرة والحمد لله ممكن القناة هنا كان لها السبق فيه يعني الحديث عن هذه القضية وكل المعلومات الخاصة بالقضية دي ما تقلتش في اي مكان الا في قناة الاهل لكن بأكد على المعاني دي والجملة اللي جاية دي والله العظيم ما في حد وقف في صف النادي الاهلي ولا خاطب الفيفا وتكلم بكل قوة مع الفيفا لا من الاتحاد المصري اللجنة السلسية وقتها ولا من الاتحاد الافريقي لقرة القدم وقتها الكل بلا استثناء ما كانش دي معلومة دي معلومة أنا واثق منها ومتأكد منها من نسبة مليون في المية طلع قالك ايه هو كان في حل بس احنا ما تابعناش والله العظيم ما كان فيه اي حلول الناس كلها قالت الاهل ما هيشارك منتخب بقى يكمل ما يكملش هو ونصيبه حسبتها كده هما سابوا الأمور تمشي زي ما تمشي بالزبط بالبالة دي يعني عشان ما حدش يجي يزايد ويقولك أصل فلان الجبار باتصالاته لزنهار عمل كذا وكان فيه حل اللي احنا ما تابعناش لا 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 يعني كان فيه حل اللي تابعناش انسى بس أنا عايز أقول أنه أنا يهمني هنا هل النادي الاهلي سكت على ده ما هو ما فيش الاهلي مش في ايده بقرار لا لكن في ايده الاهلي كان ضحية الموقف ده لكن في ايده انه هو يعترض بشكل واضح ويسجل اعتراضه لعله وعسى في المرات القادمة يبقى الناس عندها رؤية ده كان كل اجتماع مكتب تنفيذي للكافي يقولك ايه النهاردة عينها اشوف جاءت مكتب التنفيذي ابص على جدول الأعمال بيش حاجة جماعة بتقوليش كلام غلط بيقولوا كلام للاستهلاك المحلي او لامتصاص الغضب وزي ما انت قلت هي ماشية قالك هتمشي زي ما تمشي بالظبط الحمد لله طبعا منتخب مصر وصل الى المباراة النهائية استقبال طيب معنا لقطة مهمة جدا هو على هوا مباشرة استقبال وزير الشباب والرياضة دكتور أشرف صبحي اللي بعثت فريق النادي الاهلي في صالة قبار الزوار وفي الاستقبال الكبير جدا والمهمة جدا اللي بعثت فريق النادي الاهلي عقب الوصول من ابو ظبي والمشاركة المميزة لبطل مصر وافريقيا دكتور أشرف صبحي بيرحب بكل افراد البعثة وايضا كمان الاستاذ محمد الدماطي عضو مجلس دارة النادي الاهلي دكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الاهلي وهذه التحية والتحية والتقدير من وزارة الشباب والرياضة من الدولة المصرية لمشاركة النادي الاهلي لمس المصر افضل تمثيل في هذه البطولة رغم كم الصعوبات والمعوقات اللي هو هجه النادي الاهلي في هذه البطولة استقبال مميز جدا لكل أفراد البعثة استقبال رسمي وايضا كمان يعني لولا بقى الكورونا أنا فاكر حضرت في 2006 الاستقبال الشعب اللي حصل للأهلي فاكر لما كان الفريق راجع وطبيس مكشوف ويمشي في كل شوارع قاهرة وفي مقر الجزيرة كان في لداية المشاركات والأهلي كان محقق البرونزية برضو فكان لابد ولو الظروف تسمح الصحية يعني وكورونا كان هيتم ده طيب ان شاء الله طيب أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع مع وعد لسه عندنا تفاصيل والقطات حية من مطار القاهرة الدولي لوصول بأسة فريق النادي الاهلي المتوج بالميدالية البرونزية في كأس العالم للأندي ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر